مو صلاح يعني مش عارف اقولك ايه هو دايما كده تلاقيه رفع راسك يعني يخليك طول الوقت فخور كده بالكرة المصرية تحديدا بالموهبة الكروية المصرية وقدرة المصريين على انهم يلمعوا ويصبحوا ايقونات في اي مجال في الحالة بتاعتنا كرة القدم دايما انا بقعد اتصور وتساءل انه محمد صلاح ربنا سبحانه وتعالى سخر له الظروف وقدر له المقادير فاصبح بهذا الحجم بس كمان انا بشوف انه هو شخص مكتهد الى ابعد الحدود زكي جدا مرتب جدا عارف بيعمل ايه متطور جدا ونازم تركز مع صلاح اول ما خرج من مصر وصلاح النهاردة او الاسبوع اللي فات مش بقولك انه هو حاجة تانية لا هو اكثر تطورا بعشرات المراحل وده هنا زكاء الموهبة لان الموهبة ممكن تبقى موجودة وغير مصحوبة بزكاء ده زكاء الموهبة زي مثلا زكاء الزعيم عدل امام على سبيل المثال للحصر فلما تيجي تشوف انه احنا محتاجين نتعامل مع المواهب الكراوية المصرية بشكل مختلف اقولك اه طبعا محتاجين عشان كده انا كان عجبني جدا التجربة بتاعتنا بتاعت الكابيتانو جدا في اكتشاف المواهب ورعايتها وتنميتها وما الى ذلك طب ليفر بول بقى اللي اسعده الحظ ده بجد يعني واضح المسألة العملية اسعد ليفر بول سعيد الحظ بانه عنده حد زي صلاح ليفر بول بيحتفل باهداف محمد صلاح المقاوية بعد ما لعب عام 300 مباراة